نحن راضيين ان احنا وصلنا لنهائي البطولة لكن مش مستمتعين اوي بمنتخب راضيين ان احنا وصلنا للمرحلة الاخيرة من تصفيات كاس العالم لكن مش مستمتعين هل القصة جهاز فني ولا قصة انه ده الامكانيات اللي ممكن تستخدمها في لعبتك في الجيل ده عشان توصل الهدف اللي انت عايزه برضو لما هنروح لقصة الامكانيات هروح للمطشاط انا في الاخر ما احنا عندنا عين بتتفرج على المطش العين دي بتقولك انت النهاردة لما لعبت انت لما لعبت السودان في دور المجموعات كانت وحش جدا كسبت واحد سفر بالعافية من هدف يعني الناس شافت كرة سبت ماتش غنيا بيساوا نفس الكلام واحد سفر بالعافية واكس جي قليل اه مستحوز بس مش قادر تقدم خطورة لان انت ما عندكش بترن هجومي ما عندكش نامط ما عندكش خطط هجومية انت عندك خطط دفاعية بتبني عليها وكيها بتلعب ترانزيشن جيم فانت ده كان شكلك انت اللي قررت كده كمدير فاني طب انت لما تحطيت في موقف احتاج تتهاجم هل ما كانش عندك إمكانيات لا هجمت 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 المغرب وسجلت جول واثنين فهي المعادلة هي أفكار الموديل الفني فبلاش يعني الناس ما نظلمش يعني ما نظلمش احنا نحطين اللعيمة في حتة وحش قوي وده مش في مصلحتنا مش في مصلحتنا ان احنا نفضل نصدر للعبتنا ان احنا جماعة اقل من كل الناس هل انا اقل من ناجيريا واقل من كوديفور واقل من كاميرون هل انا اقل من كل الناس تب انا فيه يعني انا فيه طب انا في 2017 وصلت برضو مع كوبر بنفس الطريقة وبنفس النهج ما كستتش بطولة روحت كاس عالم ما اخدتش بنت فهي المعادلة ان انا ممكن انا ممكن في اوقات زي ما احنا مثلا في النادي الاهلي مثلا زي مبارات مونتيري مثلا ما كانش هينفع تهاجم مونتيري عشان الظروف اللي انت كنت فيها بس هذا الجيم ده حطك في المرحلة اللي بعد كده بعدين انت لعبت الجيم بتاع فالمراس ولعبت الجيم بتاع الهلال كان شكلك كويس عشان رجعت لطبيعتك لان انت استردت جزء من لعبتك فبقى عندك حالة نفسية كويسة مع ان انت كنت بدنيا كويس وكنت اخد فطرة راحة لكن هل انا ينفع بكون منهجي في الحياة كله ان انا افضل اقول انا ما عندنش امكانيات ما عندنش امكانيات انا لأ انا عندي امكانيات عندي امكانيات كتير موجودة وفي الآخر أنا برضو بقول ثاني الريفرنس موجود في مرجع موجود تقدر تحطه قدامك 120 ديئة وصاد المغرب هات المائة وعشرين ديئة وتفرج عليهم كأن أنت ما تعرفش أي حاجة عن منتخب مصر وتفرج لا ده منتخب عنده إمكانيات وإمكانيات كبيرة إمكانيات تقدر تحطه في حتة كويس إحنا اللي بيتبع لنا بقالنا فترة فكرة إن إحنا لا ده إحنا ما عندناش إمكانيات أصلحنا ما نقدرش أصلحنا كذا طيب لما أنت كل ده إنت إزاي في 210 ديئة السنغال مساجرية لو حد قالك إنه فيه فوارق وممكن السنغال تبقى كمنتخب هو أفضل منتخب أفريقيا دلوقتي أفضل من الجزائر وأفضل من المغرب وأفضل من نيجيريا فبالتالي لازم تديله اعتبار لازم تحطه في مكانتو الطبيعية ألعب جيم 50-50 ألعب جيم 50-50 أنا ما بقولش أن السنغال قليل السنغال أفضل فريق في أفريقيا حاليا صح بس هل معنى أنه هو أفضل فريق في أفريقيا حاليا أن أنا حطي نفسي في الحيط لا 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 كرة وفاش حسابات لا لا الكلام ده كله يعني لسه هو لما حد يجي يقول مقدونيا الشمالية وإيطاليا مثلا الناس كلها بالسنغال مطش إيطاليا وبرتغال بقى كله أصلا محدش كان بتكلم عن مطشين دون تركيا وبرتغال أه هو بيقولك يا إما إيطاليا يا إما البرتغال كل الناس بالسنغال مواجهة تركيا عملت جيم في الشوت الثاني حالوة على البرتغال كانت ممكن توصل فهي الفكرة أنه أنا أنا مش موافق على الفكرة دي حقيقة وشايف أنها حطنا في مكان مش كويس طيب تعال نخش في سيناريو المطش هل تتوقع بداية أنه الـ UCC هيلعب مطش بكرة في مواجهة كيروش بنفس الطريقة أو التشكيل اللعبية ومباراة القاهرة أو تتوقع أن يكون فيه طريقة مختلفة أو تشكيل مختلفة لا أنا أتوقع أنه التشكيل هيبه هو هو مع طبعا فكرة أنه خلاص دي عالو مش موجود لأنه هو تصاب في المباراة اللي فاتت فهو مش يكون موجود ده ممكن تكون التغييره الوحيدة في المطش غير كده الناس اللي على الدكة ما أعتقدش فيه حد فيهم أفضل من اللعيبة اللي موجودة بتلعب في الحدوش الرساسيين ده زائد أن الراجل تقريبا طول بطولة أفريقيا مغيرش يعني طول البطولة الأفريقية احنا تقريبا بنتكلم على نفس التشكيل التشكيل حتى كان معانا في صورة لو نقدر نجيبها نفس التشكيل هو مطول البطولة تقريبا نفس التشكيل حتى تشكيل مباراة النهائي هو هو تشكيل مباراة القاهرة تمام طيب خليني قبل ما تكلم على الطريقة الأمثل بالنسبة لنا إحنا والتشكيل الأمثل لأنه عندنا كذا مركز عندنا خط كامل خط الدفاع عليه علامات استفهام كبيرة جدا أريد أن أسمع رأيك عشان نتعامل مع السنغال على أرضها يكون إيه أفضل تشكيل لنا وخصوصا فيما يتعلق بمراكز خط الدهر بس هتسمحونا نروح لفصل ونرجع بعد الفصل نكمل كلامنا مع عضفنا النهاردة شريف سالم شكرا شكرا